الايباد الرخيص ارخص ايباد من شركة قبل اخيرا والاول مرة من زمان جدا تقريبا لاول مرة قبل تعملها ان قبل هتعمل تغييرات فيه كبيرة جدا تغييرات في التصميم والمواصفات والشكل وكل حاجة تقريبا وفي الفيديو بتاعه النهاردة هنتكلم عن التسريبات القوية جدا اللي ظهرت عن الجهاز ده وهقولكم كل تفاصيل التسريبات دي بس ابلا ونبدأ الفيديو كالعادة ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده فعلا بيساعد وكمان ما تنسوش ترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان نوصل لكم جديد الفيديوهات يلا بينا كنا تكلمنا في فيديو قبل كده عملنا عن الايباد ده ان قبل هتستبدل مدخل اللايتنج بورد وهتستبدله بمدخل يو اس بي سي من النوع الجديد ودي هتكون لأول مرة على الايباد رخيص عشان قبل توحد مداخل الايبادات كلها وناس كتير استغرابت الموضوع ده لان مدخل اللايتنج بورد هو نفس المدخل اللي بتشحن منه الابل بنسل الجيل الاول والابل بنسل الجيل الاول ده هو الابل بنسل الوحيد اللي بيدعمه الايباد الرخيص فبالتالي مش هتقدر تشحن الابل بنسل الجيل الاول ده من مدخل اليو س بي سي ولكن دلوقتي بقى ظهر التسريبات جديدة بتقول ان ابل نوية تغير تصميم الايباد الرخيص ده بشكل كامل الايباد الرخيص ده هيجي بفريم مسطح نفس الموجود في الايباد برو ونفس الموجود في الايباد اير وطبعا الايباد ميني وبالتالي الايباد الرخيص ده هيقدر يدعم الابل بنسل الجيل التاني ودي حاجة هتكون ممتازة جدا وكمان هيدعم الكيبوردات الجديدة بتاعة ابل بمداخلها الجديدة ولكن بالرغم من التصميم الجديد ده ولكن ابل هتحتفز بزرار الهوم بطن الموجود فيه زرار البصمة زي الايباد الموجود حاليا وكمان هتحتفز بالحواف التخينها اللي فوق وتحت الشاشة والحقيقة انا معرفش هل ده شيء كويس ولا لا قولولي انتوا ايه رأيكم في التصميم ده في الكومنتات كمان من المتوقع ان الجهاز ده هيجي بمعالج الـ A14Pionic chip نفس المعالج الموجود في الايفون 12 وطبعا المعالج ده منتاز جدا وهيعل اداء الايباد بشكل كبير جدا وكمان هيكون موفر في الطاقة ومن المتوقع كمان ان الايباد ده هيجي بشاشة متورة عن الشاشة الموجودة في الايباد الرخيص الموجود حاليا وده لانها هتكون full eliminated يعني مش هيكون فيه مسافة بين الشاشة ولمسك نفسه للشاشة وده كمان هيقلل انعكسات الاضاءات الموجودة حواليه كمان الايباد ده من المتوقع ان هو لأول مرة هيدعم تقنية 5G عشان يكون كل الايبادات او كل سلسلة الايباد الموجودة حاليا بتدعم 5G السعر المتوقع للجهاز ده هيكون 330 دولار للنسخة البيز موديل او L نسخة و 300 دولار للطلاب قلو لقى رأيكم في الجهاز ده وهل متحمسين لي ولا لا وبس كده جمال حد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى يا رب يكون عجبكم ما تنسوش تعمل لايك وشير الفيديو وكمان ما تنسوش الترك في القناة عشان نوصلكم جديد التسريبات سلام